بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان سوح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البريء صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله الدرس 151 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أم في العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله كتاب الهبة والهدية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن ولاه الهبة من وهب الشيء إذا ملكه لغيره ولا تصح ولا تثبت ولا بالقبض إذا قبضها الموهوب له لجمة قبل أن يقبضها ليست لجمة والعطية والعطية مثل الهبة لكن تلفت من حيث اللغب نعم كتاب الهبة والهدية بابه الهدية نعم الهبة الهبة كما عرفناها التبرع بتمليك هي التبرع بتمليك ماله لغيره هذه الهبة والعطية والعطية مثلها نعم باب افتقالها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس نعم لا تلجم إلا بالقبض الهبة والعطية لا تلجمان إلا بالقبض لأن يقبضها الموهوب له فإذا قبضها لم يجد للواهب أن يرجع بيها قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه الكلب يتقيأ طعام الذي أكله ثم يعود ويأكل قيئه لهذه الصفة وهذا عمل مستكرة الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر من العود في الهبة نعم باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس القبض وأن القبض على ما يتعارفه الناس فما عده الناس قبضا يؤخذ به يرجع فيه إلى العرف نعم أنبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت رواه البخاري نعم الشاهد في قوله ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لا قبل فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل ولا تجوز له الصدقة لا يأخذ الصدقة عليه الصلاة والسلام وإنما يأخذ الهدية ويثيب عليها يعني يكافئ الواهد على هبتي نعم وعن نسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت رواه أحمد والترمذي وصحها ولو دعي صلى الله عليه وسلم إلى شيء يسير كالكراع لا أجاب أنه صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة دعوة المسلم يجيب دعوة المسلم وفي الحديث نحق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه لا إذا كان هناك مانع يمنع من الإجابة لا بأس أما إذا كان ليس هناك مانع يمنع من الإجابة فإنه يجب عليك أن تجيب دعوة أخيك جبرا بخاطره نعم وعن خالد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبل ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه فواه أحمد نعم من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ففيه أن المسلم يقبل ما يهديه إليه أخوه أو يعطيه إياه جبرا جبرا بخاطره وزرعا للمودة وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إلى كراء لا أجاب هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وفيه حسن العشرة بين المسلمين نعم من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه من غير إشراف لا ينبغي للمسلم أن يستشرف لأموال الناس أو يسألهم أموالهم إلا عند الضرورة السؤال لا يجوز إلا عند الحاجة أو الضرورة أما إذا كان الإنسان ليس به حاجة فلا يسأل الناس نعم والذي يسأل الناس جاء في الحديث أن الذي يسأل الناس من غير حاجة أنه إنما يسأل جمرا يسأل جمرا فليقل ولا يستكفر هذا تهديد من الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يسألون الناس من غير حاجة السؤال إنما يباح بقدر حاجة ولا يجوز من غير حاجة وفي الحديث الآخر أن الذي يسأل الناس من غير حاجة يجيل يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش أو خدوش في وجهه لها أثار سيئة فلا يسأل الناس شيئا إلا إذا كان محتاجا للسؤال نعم ففق الله يا شيخ هذا صاحب سيارة مغلق الطريق في قبلة المسجد سيارة وانيت نيسان رقم اللوحة 6-7-9 مغلق الطريق كاملا ربما يكون من الأخوان الحاضرين وربما يكون من غير فإن كان من الحاضرين فعليه أن يبادر بإزالة السيارة عن موقفها المذكور نعم وعن عبدالله بن بسر رضي الله عنه قال كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني وفي لفظ كانت تبعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها رواهما أحمد نعم هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من الرجال والنساء لما في ذلك من زرع المحبة بين المسلمين من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصدي لأن عبدالله ابن بسر كان كذلك مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا صغيرا يعني كان صغيرا فيجوز للصغير أن يهدي من ماله يجوز له أن يهدي من ماله وأن يتصدق من ماله نعم وعن وعن أم كلفوم بانتهاب سلمة قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقية من مسك ولا أرى النجاشية إلا قد معت ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت فإن ردت علي فهي لك قالت وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه بقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة رواه أحمد نعم النجاشي هو ملك الحبشة وكان نصرانيا كان نصرانيا ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعد صحابيا إنما يعد من التابعين رحمه الله ولما مات النجاشي علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بوفاته فأعلنها للناس ونع النجاشي يعني أخبر أصحابه بموت النجاشي رحمه الله الله ثم خرج بهم خارج المدينة وصلى عليه صلاة الغائب صلى على النجاشي صلاة الغائب وفيه وفيه مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام ما هو كل غائب إنما هذا من كان له شأن في الإسلام كالملوك والرؤساء المسلمين ومن لهم مقام في الإسلام إذا مات أحدهم تصلى عليه صلاة الغائب نعم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمة سلمة قال لها إني قد أهتيت إلى النجاشي حلة وأواقية من مسك ولا أرى النجاشية إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة إن ردت علي فهي لك قالت وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فعطى كل امرأة من نسائه بقية مسك وأعطى أمة سلمة بقية المسك والحلة رواه أحمد نعم هذا فيه أن الزوج لا يقتصر على واحدة في العطية فجعطي بقية أزواجه ولكن لا يلزم المساواة بينهن نعم وعن نسر رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء نعم إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وعقيلا قال قال أرفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرة حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم رواه البخاري نعم جاءه درائم من البحرين مال من البحرين والبحرين هي الأحسى البحرين هي الأحسى في ذاك الوقت تسمى البحرين جاءه مال منها من بني عبد القيس بني عبد القيس أهل الأحسى فجاء فأعطى عمه العباس وأكثر له وكان صلى الله عليه وسلم يعطي أصحابه مما أفاء الله عليه وأعطاه الله يعطيهم وهذا من عطايا السلطان فإذا جاءك من السلطان عطية وأنت لم تسأله ولم تستشرف لها أخذها فإن كنت بحاجة إليها أستنفقها وإلا وزعها على المحتاجين هذا فيه قبول هدية السلطان نعم نعم وهو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم وترك تخميس الفيع وأنه فيه دليل على جواز التفضيل جواز التفضيل في العطية فلا يلزم أن يسوي بين أصدقائه أو أقاربه في العطية يجوزا فضل باغهم على باب ما فضل النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس نعم وهو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم وترك تخميس الفيع وفيه دليل على ترك تخميس الفيع وانفيعه هو المال الذي يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار أو يستولي عليه وليأمر المسلمين من أموال الكفار فهذا فيء منفاء إذا رجع لأن المال أصله للمسلمين وهو بيد الكفار عارية فإذا أخذه المسلمون فاء إليهم يعني رجع إليهم فسمي بالفيع وفيه دليل على عدم تخميس الفيع المذكور في قوله تعالى فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامة والمساكين هذا خمس الغنيمة وخمس أموال الكفار إذا استولى عليها المسلمون يكون للرسول صلى الله عليه وسلم الكمس وقرابته والبقية توزع بين الغانمين نعم وتركه تخميس الفيع وأنه وأنه لم يخمس هذا البيع لم يأخذ منه الخمس نعم وأنه متى كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه إذا كان في الغنيمة ذو رحم ذو رحم من المسلمين ذو رحم من المسلمين لم يعتق عليه في هذه المسألة خاصة وإلا في غيرها لا يجد الإنسان أن يسترق قريبه بل إذا آل إليه يعتق عليه ولا يسترق قريبه إلا إذا جاءه في مثل هذه المسألة يعني منها الغنيمة نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق كان نحلها جادة عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرت الوفاة قال يا أبني إني كنت نحلتك جادة عشرين وسقا ولو كنت جددته واحترته كان لكي وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله رواه مالك في الموطأ نعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه له نخل معروف في المدينة وقد نحل ابنته عائشة مقدارا من السمر مقدارا من السمر ولكنها لم تقبضه لما حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه الوفاة قال لو كنت قبضتيه لكن لم تقبضه اقتسموه على كتاب الله صار لا يلزم لا يكون للموهوب له إذا لم يقبضه قبل موت الواهب أما إذا لم يقبضه قبل موت الواهب فإنه للورثة لورثة الواهب نعم باب باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم نعم يجوز للمسلم أن يقبل هدية الكافر ويجوز للكافر ويجوز للمسلم أن أن يهدي للكفار يجوز التهادي بين المسلمين والكفار نعم عن علي رضي الله عنه قال أهدى كسراء لرسول الله فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل منه وأهدت له الملوك فقبل منها رواه أحمد والترمدي هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الملوك من الكفار كان يقبل هدايا الملوك من الكفار ويهدي إليهم أيضا نعم وفي حديث عن دلال المؤذن قال انطلقت حتى أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن فاستادنت فقال لي أبشر فقد جاءك الله بقضائك قال ألم ترى الركائب المناخات الأربع فقلت بلى قال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك فاقبضهن وقضدينك عظيم فدك أهداهن إلي عظيم فدك يعني ملك فدك وفدك عند عند قريبة يعني من 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 خيضر قريبة من خيضر وهي للنصارى نعم فاقبضهن وقضدينك ففعلت مختصر لأبي داود هذا بلال المؤذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأجل له العطية هو بلال مستحق لذلك فهذا فيه العطية العطية لأهل الفضل العطية لأهل الفضل من ولي الأمر أنه يخصهم بزيادة في العطية تقديرا لهم نعم فدلال رضي الله عنه فضله معروف في الإسلام لذلك أجل له النبي صلى الله عليه وسلم العطية نعم وعن أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم متفق عليه زاد البخاري قال ابن عيينة فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نعم أعد وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام وأم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نعم وهي أخت وهي أخت عائشة هي أخت عائشة نعم قالت أتتني أمي راغبة أتتني تقول تقول أسماء أتتها أمها راغبة يعني كالتمس العطية منها من ابنتها راغبة يعني كالتمس العطية من ابنتها زوجة النبي صلى الله زوجة الزبير بن العوام نعم أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة نعم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم متفق عليه نعم هذا محل الشائر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبين لها أن تصل أمها الكافرة فدل على أن المسلم يصل الكافر ويعطيه ويهدي إليه نسيما إذا كان قريبا له نعم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم متفق عليه زاد البخاري قال ابن عيينة فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نعم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين يعني من الكفار لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يظاهروا عليكم أحدا أن تبروهم أن تبروهم على محل الشائر وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقسطين يجوز للمسلم للمسلم أن يعطي الكابر من المال إلا الزكاة فإنها لا تحل الكابر وأما ما عداها فلا بأس بذلك نعم ومعنى راغبة أي طامعة تسألني شيئا راغبة يعني في العطاء راغبة في العطاء لفقها نعم وهي أمها نعم وعن عامر ابن عبد الله ابن الزبير قال قدمت قتيلة ابنة عبد العزة ابنة عبد العزة ابن أسعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب وقرض وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديته فأبت أسماء نعم فأبت أسماء أن تقبل هديتها نعم وتدخلها بيتها نعم فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إلى آخر الآية فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها رواه أحمد لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين يعني من الكفار أن تبروهم تقصطوا إليهم أن الله يحب المقصطين نعم وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قال لا قال إني نهيت عن زبدي المشركين رواه أحمد وأبو أبو داود وأبو داود والترمذي وصحها عن عياض عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قال لا قال إني نهيت عن زبدي المشركين نعم زبد نعم نعم عن زبدي المشركين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحها شف شرحها في النهاية الزبد الرفد والعطاء نعم نعم هذا يدل على أن أنه أحيانا لا يقبل هدية المشركين إذا كان هناك سبب لذلك أما من حيث العموم فيجوز أن يقبل هدايا المشركين وأن يهدي إليهم كما ترجم له المصنف نعم حفظك الله في نيل الأوطار يقول قال الخطاب يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا لأنه صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية غير واحد من المشركين وقيل إنما ردها ليغيضه فيحمله ذلك على الإسلام نعم هذا الجواب أنه رد هدية هذا المشرك ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار ويهدي إليه ما يظن هذا إما أنه كان كما قال الخطاب في أول الأمر ثم نسف ذلك أو أنه صلى الله عليه وسلم أن يحمله على الإسلام لم يقبل هديته من أجل أن يسلم وقد حصل هذا فأسلم عياض بن حمار رضي الله عنه وكل الاحتمالين وارد نعم باب الثواب على الهدية والهبة نعم الثواب يعني المكافأ الثواب على الهدية والثواب على الهبة نعم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها فواهو أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي كان صلى الله عليه وسلم هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ويثيب عليها يعني يكافئ عليها يكافئ على الهدية نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب النبي صلى الله عليه وسلم هبه فأثابه عليها قال رضيت قال لا فزاده قال أرضيت قال لا فزاده قال أرضيت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي رواه أحمد إن عملان هؤلاء لا يتطلعون إلى الثواب على الهدية لا يتطلعون إلى الثواب على الهدية لكرم أخلاقهم ولكن الحديث فيه أنه يثاب على الهدية نعم باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته غير الوالد نعم الوالد لا يخص بعض الأولاد بالعطية لا بد أن يسوي بينهم يسوي بين أولاده في العطية لأن هذا لو اكتصر على بعضهم في العطية أحدث بينهم شيئا من تباغض والنفرة فالإسلام يحرص على جمع الكلمة وتآلف تواصل بين الأقارب نعم فلا يعطي بعض أولاده ويحرم البقية نعم والنهي أن يرجع أحد في عطيته غير الوالد الوالد يجوز له أن يرجع في عطيته وغير الوالد لا أعطى عطية وقبض المعطاء لا يجوز له أن يرجع فيها العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه نعم عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه ما قال النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنه نعم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم رواه أحمد وأبو داود والنسائي نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي فقال له وإخوة قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أحمد من حديث النعمان ابن بشير وقال فيه لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم نعم العطية لا يخصص الوالد بعض أولاد يعطيه ويحرم البقية لا بد من التسوية بدليل هذا الحديث بدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل الذي أعطى بعض أولاده عطية وجاء ليشهده عليها طلبت امرأته أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فقال كل ولدك اعطيت مثل هذا قال لا قال اتقوا الله فاعدلوا بين أولادكم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور هذا جور تخصيص بعض الأولاد دون بعض هذا جور نعم لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وعن النعمان ابن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال فأرجعه متفق عليه ولفظ مسلم قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم فقال لا فقال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة نعم وللبخاري مثله لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة هو بمعنى واحد نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه متفق عليه وزاد أحمد والبخاري ليس لنا مثل السوء ولأحمد في رواية قال قتاده لا أعلم القيئة إلا حراما نعم القيئة الذي يخضر من المعيدة عن طريق الفم الذي يخرج من المعيدة عن طريق الفم هذا لا يجوز سنأوله مرة ثانية حرام لأنه خارج من المعيدة وهو من المستخبثات لا يجوز لأحد أن يعود فيه وأن يأكله إلا الكلب هو الذي يفعل هذا نعم وعن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه رواه الخمسة وصحاء الترمذين هذا التنفير هذا المثل تنفير من العود في العطية بعدما يقضى المعقى إليه لا يجوز هذا نعف باب ما جاء في أخذ الوالد مما لولده أما الوالد فإنه يجوز له أن يرجع في العطية إذا قصد التعديل بين أولاده أو تراجع عن عطية ولده له ذلك أن يرجع في العطية أما ما عداه فلا يجوز الرجوع في العطية بعد قبضها نعف باب ما جاء في أخذ الوالد مما لولده نعف رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أعطيت صاحبا لي مبلغا من المال وكنت أنوي أنه هبة لإحسانه إلي ثم رد إلي المال وأصر على أن أأخذه فقلت إني نويت أنه هبة لك فأصر فأخذت المال فهل يجوز لي ذلك؟ نعم إذا رفض العطية أنا كان تستردها لأنه رفضها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل أثيب من أهدى إلي شيئا حتى لا يتمنن علي بعد ذلك؟ نعم هل أثيب من أهدى إلي شيئا حتى لا يتمنن علي بعد ذلك؟ نعم لا بس قال صلى الله عليه وسلم تهادوا 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 يعني تبادلوا الهدية لأنها تورث المحبة بينكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول للوالد أن يرجع في هبته لولده فهل هذا يشمل الأم لها أن ترجع في هبتها لولدها؟ هذا خاص بالوالد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما حكم رد الهدية من الطلاب إذا أعطوني علما أنهم يعطونها إيانا ويقولون إننا لا نقصد شيئا وإنما هي من باب المحبة للمعلم لا يجوز للمعلم أن يأخذ من الطلاب هدايا لا يجوز له ذلك لأن هذا يحمله على الحيف مع الذين أعطوه يحيف معهم لتصفيح أجوبتهم ويزيدهم في الدرجات فلا يجوز له ذلك يسد الباب هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في الحديث هذا يعتبر هذا يعتبر من الرشوة إعطاء المدرس من الطالب هذا يعتبر من الرشوة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا أيضا سائل يقول هل يجوز لمعلم القرآن الذي في الحلقة إذا كان لا يتقاض إلا مكافأة من مكافأة شهرية هل له أن يقبل الهدية من بعض طلابه في الحلقة هذا ما قلنا لا يجوز له ذلك ما دام له مكافأة لا يجوز له أن يأخذ هدايا الطلاب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله في الحديث الذي مر معنا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده قوله ولا يرده هل النهي هنا للتحريم أين هو ظاهر الأصل في النهي أنه للتحريم ظاهر النهي أنه للتحريم إلا إذا دل دليل على أنه للتنزيح لكراهة التنزيح نعم رضيلة الشيخ أفقكم الله في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة هل في هذا دليل على جوازي أن يفضل الزوج بين زوجاته في الهبة والهدية نعم لا بأس بدا نعم رضيلة الشيخ أفقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز للمسلم أن يقبل الهدية من الكفار إذا كانت بسبب أعيادهم لا يجوز أقول هدايا الكفار التي هي بمناسبة أعيادهم لأن هذا من أكل المال بالباطل ومن تشجيعهم على أعيادهم الباطلة وهي الزور قال الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون أعياد الكفار نعم رضيلة الشيخ خفقكم الله هذا السائل يقول إذا سألني رجل مالا وأنا أعرف أنه سيستعمله في المخدرات هل يجوز لي أن أعطيه أن أعطيه مع العلم أنه قد يسرق أو يقتل من أجل أخذ هذا المال لا يجوز لك ذلك لأن هذا من التعاون على الهتم هو العدوان فلا تعطيه شيئا يتقوا به على فعل المحرمات نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول مسألة عامة وهي هل الأفضل أن يقبل الإنسان الأهدية أم أنه يرفضها مطلقا يقبلها كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية فيقبلها ويقول تهاد وتحاب يقبل الهدية نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول ما حكم قبول المدير لعزيمة أو وليمة مرؤوسيه على غداء أو عشاء هل تدخل في هدايا العمال غلول لا ما تدخل ما تدخل في هدايا العمال إذا كانت أوليمة عامة فلا بأس أن يحضرها المدير أو ويجيب دعوة أخيه نعم فضيلة الشيخ افقكم الله أما إذا كانت الوليمة له خاصة لا يجوز له أن يحضرها نعم فضيلة الشيخ افقكم الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد أعطى عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسقا فهل يدل ذلك على أنه يجوز إعطاء شيء من المال لأحد الأبناء دون البقية نعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد أعطى عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسقا هل يدل ذلك على أنه يجوز إعطاء شيء من المال لبعض الأولاد دون البقية ليس بالهديث أنه أعطاها وحدها ليس بالهديث أنه أعطاها وحدها حتى تقول هذا الكلام نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للأولاد عند العطية هل يعطون على حسب الميراث فأعطي الولد ضعف البنت نعم يعني اختلف العلماء هل المراد يسوي بينهم الذكور والإناث سواء أو أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنتين افتداء بقسمة الله هذا الذي عليه المذهب أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنتين نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول أنا حارس في مسجد وبعض العمال يأتون فيأخذون الماء من المسجد لغسيل السيارات مقابل مال يأخذونه هل يجوز لي أن أمنعهم من أخذ الماء نعم لا يجوز لهم أن يأخذوا ماء المسجد يستعمله في غير ما خصص له هذا ماء مخصص للمسجد فلا يجوز أخذه لغيره نعم فهو بمثابة الوقف على المسجد نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول إذا تزاحم حق الزوجة وحق الوالدين فأي الحقين يقدم حق الزوجة يقدم حق الزوجة لأنك أخذتها من أجل أن تقوم عليها وأن تنفق عليها نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا السائل السائل يقول هل هناك فرق بين محبة الكفار وبين قبول الهدية منهم ألا يكون هذا مؤديا إلى هذا لا هذا من التعامل هذا من التعامل وليس هو من المحبة من التعامل تعامل بين المسلمين والكفار جائل في المباحات فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول من عادة القوم في بلادنا أنهم يهدون الغلام الصغير الذكر يهدونه خاتما من ذهب فهل تجوز هذه الهدية إذا كان صغيرا لا الذكر لا يجوز أن يلبس خاتما الذهب كبيرا كأنا أو صغيرا نعم رضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول إذا دعاني أخي إلى مناسبة فاعتذرت من أجل انشغالي بطلب العلم فهل هذا عذر شرعي في ذلك نعم هذا عذر شرعي فوت عليك طلب العلم فوت عليك الدرس هذا عذر شرعي لكن تخبره بذلك تخبره أن هذا يفوت عليك يعني حضور الدرس وفي هذا ضرر عليك نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول والدي رحمه الله وهب بيتا لتحفيظ القرآن الكريم لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في بلد ما والقائمين والقائمون على هذه الجمعية منهجهم مخالف للسنة ولم نعرف ذلك إلا بعد وفاة الوالد سؤاله هل يحق لنا أن نفسخ العقد وأن نسترد هذه الهبة ما يستمرارنا في تحفيظ القرآن الله بالسؤال يحتاج إلى أنه يكتب ويقدم إلى دار الافتاء ما رضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول قريبا بإذن الله سأرزق بمولود وأعرف رجلا من أهل العلم والفضل فهل يجوز أن أذهب إليه ليسمي ولدي تفاؤلا وتبركا هل يجوز هذا الفعل كيف تفاؤل وتبرك تبرك ما يجوز يا أفل سم الاسم على الوالد سمي ابنه نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول رجل يذهب إلى القبر فيقول لصاحب القبر أعطني يا فلان أغثني يا فلان أعطني مددا هل يعد هذا الكلام من الشرك من الشرك الأكبر طلب الحوائد من الموت هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة فلا يطلب من الأموات شيء نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول كيف كيف نجمع بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وبين حث طالب العلم على التثبت وعدم الاستعجال في نشط العلم حين بعد ما تثبت بلغ ولو آية بعد ما تثبت من العمر وعندك أهلية لذلك تبليغ على قسمين تبليغ النص فقط من غير تفسير ومن غير هذا ما يسمى تحفيظ النص تحفظ القرآن تبليغ النص مع معناه وشرحه هذا لا يكون إلا لأهل العلم لا يكون إلا لأهل العلم نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للأم أن تعطي أحد أولادها مسكنا دون بقية الأولاد لأنها تحبه أكثر من بقية أبنائها علما أن هذا المسكن من أجل أن يتزوج فيه والله هذا يتراجع دار الاشتفي نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للتاجر أن يعطي هدية لمن اشترى أكثر من غيره لا لا يجوز هذا لأنها مثل فلق الركبان هذا يصرف الزبائن إليه دون الآخرين نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول إذا رأى المسلم رجلا فقيرا وكان هذا الفقير كافرا هل يجوز أن ينفق عليه وأن يعطيه من المال نعم يجوز يجوز أن يعطيه من المال إلا الزكاة فلا تصرف إلا للمسلمين أما إعطاء المحتاج ولو من الكفار يعطى قدر حاجته نعم إذا كان للبنك نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول صليت في مسجد وبعد الصلاة أعلن الإمام أنهم سيصلون صلاة الغائب على والد العامل الذي يعمل حارسا في المسجد فقد توفي في بلده فصليت معهم فهل هذا الأمر مشروع لا هو مشروع لا يصلى على الغائب إيلا إذا كان له شأن في الإسلام كالعلماء والأمراء أما العادي ما يصلى عليه صلاة الغائب نعم قائدا ما يصلى على الغائب إلا بفتوى من دار الإفته ما يصلى على غائب إلا بفتوى من دار الإفته نعم ما هو كل إمام ني يصلي على الغائب بدون صدور فتوى فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل أوصى ابنته أنه إذا مات فإنها تجلس عند قبره بعد دفنه ساعة أو ساعتين وقت سؤال الملكين فهل لها أن تعمل بهذه الوصية طاعة هذه الوصية باطلة المرأة لا تجلس عند القبر ولا تزور القبور هذا خاص بالرجال إذا دفنوه يقفون على قبره ويسألون له التثبيت كما قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل هذا خاص بالرجال والله جل وعلا قال في المنافقين في المنافق ولا تقم على قبره يعني بعد الدفن ما يقوم الرسول على قبر المنافق أما المسلم فيطف على قبره ويدعو له ويسأل له التثبيت نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للواهب أن يرجع في هبته قبل أن يقبضها المهوب له نعم قبل أن يقبضها يجوز ويرجع فيه أما إذا قبضها فلا يجوز فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل لا بد أن أساوي بين أولادي في العطية حتى ولو كان الذي أعطيته إنما أعطيته لحاجة والثاني ليس له حاجة في ذلك لا الحاجة لا تعطي المحتاج من الأولاد ولا تعطي الغني منهم ما تعطيه يعني ليس بحاجة إلى العطية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال قريب منه يقول إذا كان أحد أولادي محتاجا إلى زواج وأعطيته مساعدة له في المهر فهل يلزم أن أعطي بقية الأولاد كذلك من أراد منه من يتزوج وهو فقير فأعطيه أما الغني فلا تعطيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم إلصاق الرجل قدمه ومنكبه بقدم ومنكب صاحبه في الصف أثناء الصلاة هذا يختلف ما هو معناه أن الواحد يفحج ويأخذ محل رجلين والثاني مثله يفحج هذا لا يجوز لكن تقاربون ولا يكون بينهم فرج ولا يكون بينهم فتحات بين الرجلين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما تحية المسجد الحرام هل هي الطواف بالبيت أو أنه يصلي ركعتين كبقية المساجد إن كان قادما من سفر فالتحيته الطواف أما إذا كان ليس قادما من سفر فهو سائل المساجد تحيته أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول نحن في مكتب دعوة للجاليات هل يجوز لنا أن نقبل الزكاة لننفقها في رواتب الموظفين والبرامج الدعوية من الزكاة لا هذا صادر فيه فتوى من دار اللفتة لا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول ما ضابط العالم الذي يؤخذ بعلمه والذي يطلب على يديه العلم ضابطه أن يكون أن يكون من أهل التقوى والعمل وأن يكون عنده علم يستفاد منه عنده علم يستفاد منه نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول من اغتسل من الجماع ثم صلى فبعد الصلاة خرج منه قطرات من المني خرج منه قطرات من المني وهذا يحصل معه بعد كل جماع فماذا عليه إن كان خرج في الصلاة أو قبل الصلاة فلا بد مني عادة الوضوء أما إن كان صلى ولم يخرج منه شيء إنما خرج بعد الصلاة فلا يضره ذلك صلاة صحيحة نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدى الكفار وقابل هداياهم فهل فهل إذا أهداني رجل من أهل البدع وهو يدعو إلى بدعته أهداني هدية فهل أأخذ هديته وهل لي أن أعطيه هدية كيف يقول فضيلة الشيخ افقكم الله مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدى الكفار وقبل هديتهم فهل معنا ذلك أنه أهدى إذا أهدى إلي رجل من أهل البدع وهو داع إلى بدعته هل لي أن أقبل هديته وهل لي أن أهدي إليه لا اللي أدعو إلى البدع لا تقبل هديته لأنها لا تشجيع الله على على ما هو عليه وعدم انكار عدم انكار عليه إذا قبضت هديته معنا أنك لم تنكر عليه نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لأعياد الميلاد ما يسمى بأعياد الميلاد وما يسمى بعيد الحب هل يجوز إعطاء الهدية في ذلك أو قبولها أي كله أعياد باطلة ليس في الإسلام إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وليس هناك أعياد في الإسلام غير هذين العيدين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول والدتي أعطتني هدية وأعطت أخي وأختي لكن أختي تنازلت عن هديتها فأعطتها لنا هل يجوز لنا أن نقبلها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المؤدن إذا أقام الصلاة فهل تردد معه كلمات الإقامة كما نردد معه كلمات الأذان نعم لأن الإقامة يتابع المقيم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أصلي أحيانا إماما في المسجد ويأتي معي ابني وعمره أربع سنوات فيقف عن يساري وأنا الإمام فهل هذا جائز علما بأنني أفعله دائما حتى لا يؤذي المصلين إن بقي في الصف ما بأس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل بنت ابنته يحمل أمامه انت بالعاص إذا قام رفعه وإذا سجد وضعه ما فأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في يوم الجمعة آتي إلى الجامع فأصلي ما كتب الله لي من النوافل وأقرأ في هذه النوافل سورة الكهف متفرقة في الركعات فهل هذا جائز أم لابد من قراءتها متصلة مرة واحدة لا بأس بذلك تقرأها في الصلاة أو تقرأها خارج الصلاة لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من السنة أن يقرأ الرجل في قيام الليل سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة أو في صلاة واحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء طيب إذا عملها لإقتدام بالرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك وثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من السنة أن يضطجع الإنسان بعد راتبة الفجر ها هل من السنة أن يضطجع الإنسان بعد راتبة الفجر هذا لمن كان يقوم الليل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أما لما قام من الليل هل داعي ولا سبب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع للمسلم أن يعتمر في شهر شوال أو في ذي القعدة ثم يمكث في مكة ثم يحرم يوم الثامن لأجل الحج وهل يعتبر هذا من التمتع هل يشرع أن يعتمر الإنسان في شوال أو في ذي القعدة ثم يمكث في مكة ثم بعد ذلك يحرم يوم الثامن لأجل الحج إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبقي ولم يسافر بعد العمرة ينتظر الحج فهو متمتع نعم رضينا الشيخ وفقكم الله إذا كان الرجل خارج البيت مع زوجته وقد أذن المؤذن ولا يأمن أن يتركها لوحدها هل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد أو أنه يمكن أن يصلي في مكانه عند زوجته مسجد فيه نساء يدخل المسجد ويجعلها مع النساء أو في مكان النساء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم سفر المرأة بدون محرم إذا كان السفر قصيرا وليس طويلا لا يجوز السفر ما يسمى سفرا لا يجوز الله بمحرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم في رواية ثلاثة أيام في رواية يومين في رواية مطلقا أن تسافر إلا ومعها ذو محرم نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم دعائي الغائض سواء كان من الجن أو من غيرهم يقول ما حكم دعاء الغائض سواء كان من الجن أو من غيرهم دعاء الغائض الغائض نعم لا يجوز دعاء الغائض لا يجوز دعاء الغائض لا يجوز دعاء لا يجوز الغائض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائل من فرنسا يقول لدي مطعم في فرنسا فهل يجوز لي أن أبيع الأكل على الكفار في نهار رمضان لا لا تفتح المطعم في نهار رمضان المسلم لا يفتح المطعم في نهار رمضان ولو كان في بلاد الكفار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا أيضا سائل من بريطانيا يقول هل يجوز لي أن أعمل كوسيط بين شركات التأمين وبين السائقين التأمين ما هو مشروع من اتجاع ما هو مشروع لا يجوز هذا ولا تكون وسيطا فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لما مات النجاشي خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة للصلاة عليه يقول لماذا خرج عليه الصلاة والسلام خارج المدينة ولم يصل عليه في المسجد لأجل الإعلان لأجل الإعلان عن موته نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل رفع الصوت بالأذكار بعد الصلوات المكتوبة هو من السنة المشروعة نعم قل ابن عباس رضي الله عنه كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إذا سمعنا الذكر كان صبيا صغيرا يعاد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يقول ما المقصود بالقوامة على النساء وما حدها القوامة عليها بالمحافظة عليها من الوقوع في ما لا يجوز من المحافظة عليها بالستر والاحتشام والاحتجاب المحافظة عليها من أدى الفساق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول إذا ماتت المرأة في بلدنا فإنه بعد تغسيلها يقومون بوضع الحناء بوضع الحناء على يديها وقدميها هل هذا أمر مشروع لا هذا ليس مشروع نعم ما تزين المرأة الميتة ما تزين هذا من التزين والتحسين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من ذهب إلى مكة ولا يريد العمرة ثم بعد ذلك بدى له أن يعتمر فمن أين يحرم إذا كان من حيث نوى العمرة يحرم من حيث نوى العمرة قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقف قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله مهله من أهله من كان دون المواقف أو ما نوى العمرة إلا بعد ما تعد المواقف فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه نعم رضية الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس عدة مرات فهل تجيب الصلاة عليه عند ذكره في كل مرة أم أنها تكفي صلاة واحدة تكرار الصلاة عليها أفضل من مرة واحدة تكرار الصلاة عليه كل ما مر ذكره أفضل من الاقتصار على واحدة نعم رضية الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول من رأى منكرا من المنكرات لكن ليس لديه القدرة على تغيير هذا المنكر فما الواجب عليه وبماذا تبرأ ذمته إذا كان ما عنده قدرة من لم استطع إنه بقلبه ينكر المنكر بقلبه ويفارق المكان الذي فيه المنكرات ينكره بقلبه ويفارق المكان أو المجلس الذي فيه المنكر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا كنت أصلي في البيت وقام شخص بالطرق على الباب وأنا أصلي فهل يجوز لي أن أتقدم وأفتح الباب حال صلاتي أم أنني أفطعها ثم أفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يفتح الباب وهو في الصلاة الليل لمن طرق عليه الباب نعم افتح له الباب وأنت في صلاة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول بالنسبة لسؤال الناس من مالهم يقول إذا كان الإنسان محتاجا فهل يجوز له أن يلح في المسألة إذا كان محتاجا لا يسأله ولا يلح على الناس لأنهم قد يشق عليهم هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الأغاني هل هي تختلف بالحكم أم أن كلها محرمة كلها محرمة ولا تختلف بالحكم إلا ما يكون عند إعلان النكاح لأصوات النساء خاصة يغنينا لإعلان النكاح لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائل من خارج هذه البلاد يقول هناك من يزعم أن من شروط الدخول في الإسلام أن يكرر المرء الشهادة ثلاث مرات أمام شهود فهل هذا أمر واجب لا لا يجب أن يكرر الشهادة إذا نطق بها مرة واحدة معتقدا لها فإنه يكفي هنا إنسى الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه